بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى لي وصحبه وسلم اجمعين الاغذية اللي انا هقولها لكم ديت يا جماعة هي من افضل الاغذية لاطلاق لعلاج الاكتئاب وما اقول علاج ما بقولش بنسبة خمسين في المية ولا ستين في المية ولا سبعين في المية ولا تمانين في المية ولا تسعين في المية يعني مية في المية دكتور رحمة بدول ما اقول مية في المية فبقولك انا بالفعل هذه الاغذية بشكل قوي جدا في مرحلة من مراحل حياتي كنت اعاني من الكتاب ما بدأت تزود هذه الاغذية انا تخلصت من كتاب كتاب ده وانا وصلت لدرجة عالية من الكتاب ان انا وصلت لحالة ان انا بقول ان انا ممكن اوصل لدرجة الانتحار عشان اتخلص من الحياة الكئيبة اللي انا عايش فيها شوف تحدي لكن لولا ما ان الله علينا وطب التغذية اللي احنا درسناها والدراسات والابحاث وهذه الاشياء كلها وبدأنا نقول لنفسنا ايه اللي احنا ممكن نعمله مع نفسنا دلوقتي اه كتبنا هذه الاغذية وركزنا على هذه الاغذية اه اه حياتنا حياتنا اتغيرت مئة وتمين درجة من شخص كئيب لشخص سعيد هرموناسس سعادة انتشرت في الجسم فاصبحنا بقى هناك معنى للحياة الضغطات النفسية انتهت طبعا مع مع الاغذية بنقول نظبة الحياة النفسية بتذكر النعم النقطة الاولية تذكر النعم نعم الله عز وجل ديك عينين بتشوف بيها في ناس ما لهاش عين ولا بتشوف بيه ديك منخية منخية تقدر تميز تلاتين اربعين ريحة في وقت واحد دي دي الفصولية ودي الفصولية بتاعت ماما ودي الملوخية ودي اه اه اسنان شعر اه جسم ملايين النعم عقل مية وخمسين مليار خالية عقلية كل خالية على خالية فيها مليون حاجة اسمها اسناب كل اسناب واحدة فيها مليون خالية زاكرة فموجزات الله عز وجل الدهالة تذكر النعم هي من اول الحاجات اللي تخليك اه تصبر والنقطة التانية برضو في علاج الاجتماب قبل ما تكلم عن الاجزاء ان تعرف ان ربنا مطلع عليك الله عز وجل يبتليك ليصنعك ولتصنع على عين الله عز وجل يبتليك علشان يصنع منك شيء عظيم فكون صابر ولا ان شكرتم لا زيدنكم لو شكرت الله عز وجل سيمدك من نعمة ويزيل عنك البلاء بعد هذا الكلام تاخد بالاسباب وتاكل هذه الاغذية يكون لها نتيجة فعالة مية في المئة وما اقول فيها في المئة في مرات الناس بعض الناس ممكن اقول لك وفي حاجة مية في المئة بص يا جمعين بقول مية في المئة يعني بقول النسبة بتبقى فوق العالية مش شرط ان مية في المئة يعني وارد تبقى تسين في المئة عند حد تبقى تسعة وتسين في المئة عند حد تمانين في المئة عند حد لكن لو جمعنا لو قلنا مسلا اخذ جذاء واحد مسلا هيجيب تسين في المية غزاء تاني يجيب مية في المية. المهم نعمل تشكيلة وتبليل منهم كده تجيب نتيجة مية في المية من الاغذية دي. اول غزاء نتكلم فيه نتكلم على مجموعة الفيتامينات والمعادل. الفيتامينات والمعادل اجماعة موجودة في الخضروات الوراقية داكنة اللون. خضروات داكنة خاصة الجاركير الكرافسنبروكلي الشابة البادونس الفجل الرجلة الكابوتشا الايزبيرج كل هذه الاشياء خطيرة. الخضروات ذات اللون الاخضر الداكن. نركز عليه. دي كده رقم واحد. تاني حاجة نتكلم عن التفاح. في مثل كده الغرب بيتدولوه. بيقول لك كل تفاحة في اليوم ستبعد عن الاطباء بشكل نهائي. يبقى اذا اردت ان تبتعد عن الاطباء بشكل نهائي وخاصة اطباء النفسيين عليك بالتفاحة. التفاح تفاحة في اليوم توقيت ان انت تزورت اي طبيب في 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 التاريخ. يبقى دي كده النقطة رقم اتنين. تالت حاجة التوت. التوت يا جماعة في مضادل الاكسادة بيحارب اي نوع من انواع الاكتئاب. مضادات اكسادة طبيعية تحمل جسم من الشغالد الحرة اللي هي احد اسباب الاكتئاب. فالتوت عليكم بالتوت وفيه دراسات اتعاملت في هذا عن التوت ومدى يعني فوائده لمرضى الاكتئاب. الافوكادو الافوكادو يا جماعة الخير الافوكادو على الرغم من فوائدها الافراط في تناول الافوكادو يعرضك لبعض من المخاطر الصحيح. فاحنا ما بنقول الافوكادو نستخدم حاجة بسيطة من الافوكادو. كوب باية عصير افوكادو يوميا. هيكون رائع جدا 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 لعلاج الاكتئاب. الفول. طبعا الفول مدمس من ضمن الحاجات الروع والجميلة اللي ممكن يكون لها دور فعال في علاج الاكتئاب. جوز الهند. يا سلام على جوز الهند. زيت جوز الهند يا جماعة من ضمن الحاجات المثبتة علمية ان تساهم في علاج الاكتئاب. في دراسة بتقول ان نناصر حمض الفوليك بيؤدي الى حدوث الاكتئاب. افضل مصدر ممكن ناخد منه الفوليك اسد او حمض الفوليك ممكن ناخده من الطماطم. عليكم بالطماطم. فالطماطم مصدر جيد ورائع لعلاج الاكتئاب. وبكده نكون ذكرنا اهم الاجزية التي بتساهم بشكل كبير جدا في علاج الاكتئاب. فانت لو عندك اكتئاب هدي الاجزية املاها. حط الطماطم اللي باب انت عامل حسابك ان انت تحطها علينا عشان ناخد عمض الفوليك. المضادات اكسادة من خلال التوت. التفاح عشان ما نزورش اي بنفسه ولا اي طبيب على الاطلاق. الفولي المدمز كل الحاجات اللي احنا قلناها احمل تشكيلها يوميا كده خمس ستة اصناف من هدي الحاجات يومي شكل يومي. اه اه مع طبعا ان انت تحمد الله عز وجل ان الله عز وجل بيبتليك في وقت ما علشان وتعلم ان ربنا مضطلع عليك وتقول مع نفسك كده يا رب انت انت شايفني دلوقتي وعارف الحالة انا بمر بيها وانت الوحيد اللي قادر ان انت تخرجني منها وتقول الحمد لله تلاقي الله عز وجل زالها عنك وخد بالاسباب وكل هذا الاكل بشكل كلي ستعالج الاكتئاب بشكل نهائي وما تنساش تدعيل دعوة صلحة ما تخرج من حالة الاكتئاب اللي انت فيها وتقول يعني بلاش تعليق يعني مش عايز منك تعليق عايزك تنشر الفيديو علشان الناس اللي في الفترة اللي احنا عايشينا مع الاسف ناس كتيرة جدا بتعاني من حالات اكتئاب كان نتيجة للازمات اللي بتمر في الدول العربية فنسأل الله عز وجل ان يعافينا وفي الاخر كده كنت عايز اقول شكرا شكرا رجال غزة رفعتهم رسمة وخلته الواحد يعني يعني بالفعل يخرج من يعني الواحد حاس بفرحة جميلة او ادخلتم على المسلمين في كل بقاع الارض فرحة آآ جميلة شكرا لكم شكرا رجال غزة شكرا لنساء غزة شكرا اطفال غزة شكرا اهل غزة شكرا آآ كل من دعم غزة شكرا لكل من ذهب للحدود لنصرة اهل غزة شكرا لكل من خرج آآ لنصرة القضية الفلسطينية شكرا لكم شكرا شكرا لما ستطع نفعل شيء لكن ما اسطيع فبلسانه على الله عز وجل ان يسمع منا شكرا لكم كل الناس اللي بتتبعنا كان معكم دكتور رحمد عطيق داشان طبيب تغزية من تركيا دونتم بصحة وعافية خلوا لكم نفسكم وما توفيقي الا بالله عليه توكلته وإليه منيب.